فهي جزء من الموالطة المتعلقة و لما تجي إلى قضية النقل والعقل ابن تيمي مثلا يقحم في معادة السؤال قضية القطعية فيقول لك القطع هو المقدم ليس المراعى فقط اللي هو جنس الدليل نقل أم عقل لا مراعى قوة الدليل أسمي ذلك مثلا وهذه مسألة سبحانه وتستحضرها يعني وهي بالنسبة لي أحد جوانب العقلية التيمية إن لا يستأسر لسطوة السؤال ولضغط السؤال وكثيرة حتى في مجال الشرع العام يعني مثلا خذ هذه النماذج الطريفة مثلا لما يطرح سؤال أو سفت ابن تيمي أي هما أفضل العشر الأوائل من ذي الحجة أو العشر الأوائل من رمضان فتجد أن بعض العلماء كذا وهذه أدلتهم بعض العلماء يجيك ابن تيمي لا خارج الصندوق كما يقال يفكر يقول لك لا أفضلها اللي بالنسبة للأيام اللي هو النهار فالأيام الأول من عشر ذي الحجة هي الأفضل وإذا قصدت الليالي فعشر رمضان أفضل لما يطرح مثلا على ابن تيمي سؤال أي هما أفضل خديجة مع عائشة فتجد بعض العلماء يقول لك عائشة وهذا أدلتهم وخديجة وهذا أدلتهم فيجي ابن تيمي لا يقول لك إذا كان في شأن مبتدأ الدعوة فتأثير خديجة كان أفضل في مبتدأ الدعوة وفي اختام الدعوة كان أثر عائشة أبلغ أو خديجة كان أثرها على خصوص النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وعائشة أثرها على عموم الأمة أفضل من حيثية معينة مثلا من المسائل الأفضل قيام في صلاة الليل القيام أو السجود مثلا فتجد يعني إجابك إجابة معينة مثلا من النماذج الطريفة سبحان الله احتلت حيزا كبيرا في كتاب ابن القيم اللي هو عدة الصابرين عدة الصابرين كتاب يعني جميل جدا عدة صابرين وذخيرة الشاكرين فأحد المسائل اللي طرحها ابن القيم ووسع الكلام فيها وذكر الاتجاهات المتعلقة بها اللي قضية أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر مسألة مشهورة وبن القيم ما أظن أحد يعني طول الكلام في استطباع الأدلة المتعلقة في ترجيح هذا القولين على الآخر مثل ما فعل ابن قيم ابن تيمية مقاربة لهذا السؤال لما يطرح لي أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني أم الغني الشاكر فيقول ابن تيمية أفضلهما أتقاهم لله عز وجل إذا كان الغني أتقى من الفقير فهو أفضل عند العز وجل وإذا كان الفقير الصابر أتقى للعز وجل فهو أفضل من ذاك الغني الشاكر فما يعطي مثلا إجابة مطلقة أن مطلق الغني الشاكر أفضل أو مطلق الفقير الصابر أفضل يعطيك جواب آخر خارج الصندوق خارج أسر السؤال فنفس الشيء لا بد تنبأها في قضية الفضاء الفكري والشبهات والإشكاليات أنها لا تستأثر لضغط السؤال لسطوة السؤال قد يصير الخيارات الجيدة خارج دائرة حزمة الخيارات الضيقة التي طرحت أمامك